الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحية أو الحيات أو الثعبان أو الثعابين وهي خلق عجيب من خلق الله سبحانه وتعالى والحيات ورد فيهن أحكام كثيرة وورد في الأحاديث الشريفة أنه صلى الله عليه وسلم كان على المنبر كما روى عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأمر بقتل الحيات مطلقا وهذا حديث متفق عليه ثم جاء استثناء في بعض الأحاديث كما في حديث أبي لبابة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت إلا بعد الإنذار لماذا؟ لأن الجنان وهي الحيات البيضاء وقيل الصغيرة وقيل الرقيقة السريعة الخفيفة لأنها قد تكون من الجن المتشكل فلا تقتل إلا بعد إنذارها إلا بعد إنذارها وهذا الإنذار ورد في صيغته في صيغته ألفاظ عديدة منها ما ورد أنه يقول أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح عليه السلام وفي بعض الروايات نوح وسليمان بن داود عليهما السلام أن لا تخرجن لنا ولا تؤذيننا فهذا هو العهد وفي بعض الروايات ورد أنه يحرج عليها أو عليهن والتحريج كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول أحرج عليكن وأضيق لماذا؟ لأنه إن كان من الجن فبهذا الإنذار وبهذا التحريج إذا قتلته بعد السلاس فلا يحصل لك أذى ولا ضرر من غيره من الجن بإذن الله تعالى والإمام مالك يقول إن التحريج والإنذار يكون لفظا باللسان سلاس مرات وليس سلاسا يعني سلاسة أيام بعض العلماء قالوا سلاسة أيام يحرج الإمام مالك قال لفظا باللسان سلاسا يعني سلاس مرات في وقت واحد ثم إذا ظهر فقتله لا حرج بعد ذلك وكذلك يستسنى يعني من هذا الترك أيضا ما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذا يستسنى من الترك ما معنى يستسنى من الترك يعني هذا يقتل لماذا قال صلى الله عليه وسلم لأنه يسقط الحمل ويطمس البصر ويطمس البصر يعني إذا رأته المرأة هذا الضطفيتين الطفيتين تفزع تخاف ترتاع فتسقط الحمل وأيضا يلتمس البصر هذا فيه أقوال عند العلماء بعضهم قال إذا نظر إليه قد يخسر بصره قد يفقد بصره وقال بعضهم إنما هو يتبع الإنسان ليضربه في عينيه فيخسر بصره يفقد البصر هذا قول آخر لبعض العلماء فهذا ذو الطفيتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو كان في البيت ولو كان في البيت إذن هذا باختصار ثم الأمر العام هو بقتل الحيات والذي عليه الجمهور والإمام الشافعي وكذلك أبو حنيفة والإمام أحمد وداود أنه يحرم أكلها يحرم أكلها أما الإمام مالك وكذلك الأوزاعي وابن أبي ليلى وابن حبيب قالوا يجوز أكل الأفاعي والحيات بشرط السلام من سمها والسلام من ضررها وبعضه مشترط أن تزكى يعني إذا ذكيت قالوا يجوز أن تؤكل وهذا قول بعض الفقهاء وأما الجماهير فعلى التحريم الجماهير على التحريم لأجل الأحاديث ولأجل أنها لها ناب ولأجل السم ولأجل الضرر وكذلك لأجل الآية قال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث هذه بعض الأحكام المختصرة والسريعة المتعلقة بالأفاعي والسعابين ثم مما يحكى أن صحابيا كان وقف يعلم ويدرب جملا له فداس على بيض الأفعى من غير أن ينتبه فذهب بصره وبيضت عيناه فجاء إلى رسول الله وأخبره بذلك فتفل له صلى الله عليه وسلم في عينيه فصار يبصر ويدخل الخيط في الإبرة وهو مبيض العينين والأفاعي والحيات في بعض البلاد منتشر جدا ولها ضرر عظيم كبعض بلاد البرازيل وغيرها أما التي في بلاد الشام فأخطرها هي حية فلسطين أخطرها هي حية فلسطين هذه أخطر الحيات فالحاصل يجوز عند بعض الأئمة كمالك والأوزاعي وكما قلنا عند ابن أبي ليلى وعند ابن حبيب أن الأفاعي تؤكل بعضهم قال بشروط السلام من ضررها السلام من سمها وبعضهم قال لا يجوز إلا للضرورة وبعضهم قال لا يجوز إلا للضرورة أما ما نقله النووي وكذلك الزركشي وكذلك الجصاص أن معظم الجماهير من العلماء على تحريم أكلها على تحريم أكلها ثم إن هذه الحية هذه الأفعى لها بيض وبيضها أيضا ينبغي أن ينتبه وأن يحذر لأن من الناس من قد يتصرف في ذلك بطريقة تؤذي فيرجع في هذه القضايا إلى أهل الاختصاص والخبر والمعرفة نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الحال وحسن الختام ونسأله السلامة من ألسنة أهل الغيبة التي هي أخطر من لسان الحية نسأله السلامة من ألسنة أهل النميمة والغيبة وهدك الأعراض والفتانين الذين يعملون على الفتنة والخراب والإفساد بين الناس والأهل والأحبة فهؤلاء ألسنتهم أخطر من هذا اللسان الذي ترونه الآن على الشاشة نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الحال وحسن الختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشف صور صور البقية صورت البقية سوف تتقال وانا هل كنت من否ز سترس بعد فتح وإن فأخذ هناك أصدق ترميح جميلة شكرا